انت شايف ان ده شيء خطير جدا؟ لا هي برضك يعني الناس مرعوبة ليه؟ يعني حتى في الاوصاب بتاعتنا حتى داخل الاوطان العربية في الوطن العربي ومصر الناس مرعوبة ليه من ذكاية للصناع يعني ده السؤال اللي لازم نتراه لازم نفهم الناس الذكاية للصناع هو جاء من اجل الصالح العام جاء ان هو يدينا خدمات في كل مناح الحياة انها تساعدني مش ترهبني طيب هذه الافكار والخيال اللي انا كنا بيفكر فيه زمان هو بيتواجد دلوقتي في تطبيقات كثيرة جدا وبايم التقرير يعني فيه تقرير موجود ان ارضا حضرتك عرضا بيتكلم على شريحة هتبقى موجودة في جسم الانسان او في عقل الانسان بيبتدي بتنق المعلومات وترصد معلومات وتطلع معلومات وتتحاور وتاخد قرارات الناس ليه خايفة هو هي ده الحياة هو ده التطور الطبيع لا الناس خايفة ان هو ممكن اولا يستبدلها ان فيه بعض المهن مثلا قد يستبدلها الروبوت من الانسان جميل فيه استبدال فيه استبدال لوظائف كثيرة جدا موجودة وده طبيعي لأي تقنية بتيجي لكن هيجي قصدها وظائف كثيرة جدا طيب الخوف جاي منين السيطرة على الآلة هي اللي سيطر واللحنة اللي سيطر هو بيجي على الفكر الابداعي واللي هو الابتكاري فعشان كده انا لو اجهز واكون عندي فكر ابداعي جاي بقى من تعليمي جاي من ادوات كثيرة جدا وعندي استشراف للمستقبل استشراف للتقنيات والتطور بتاعه اللي موجود انا مش اخاف منه وبالتالي انتهي سيطر علي لما اكون اقل منه في التفكير ولكن دي تكنولوجي لازم نبصلها من المفهوم ان هو جاي يفيد في تطبيقات كثيرة جدا لما يكون عندي مثلا خبير فيه دمين معين او فيه تطبيق معين طبي طبيب او في الزراعة او في اي حاجة والخبير ده كبر او الخبير ده توفى طيب احنا عاوزين نستنسخ هذا الخبير فدي حاجة استنتق خبرته فدي حاجة جميلة جدا للذكاء الاصطناعي ان هو يتوق